اهلا بكم مشاينينا مرة تانية وخلال الايام القليلة الماضية تولى وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم يوسف المسئولية ويمكن لمسنا تغير في الشارع لحد كبير وتنتشر الكمين يمكن الاحساس بالامن ابتدى يزيد اكتر شوية لكن لسه في اعداد من الهاربين من السجون والخارجين عن القانون لسه موجودين في كمية سلاح يعني كل شوية بنسمع عن حوادث متفرقة هنتكلم بالتفصيل عن اداء الشرطة ووزارة الداخلية مع دكتور ايهاب يوسف الخبير الامني وامين عام جمعية الشرطة والشعب صباح الخير فاند صباح الخير فاند صباح الخير دكتور ايهاب نهارك سعيد في البداية عزي نسأل حضرتك عن رأي حضرتك ايه في التواجد الامني في الشارع بعد تولي وزير الداخلية الجديد خلينا نقول ان وزارة الداخلية من الاجهزة الرئيسية او الاعمدة اللي بتقوم عليها الدولة المصرية لان مش ممكن حيتحقق اي استفادة في المجتمع من غير ما يكون فيه جهاز امن قوي وعشان ما يحصلش لابسة عند اي حد جهاز امن قوي معناه انه جهاز امن بيحقق الامن للشارع المصري مع احترام حقوق الانسان وبيحقق نوع من الاحترام والعزة لفرد الشرطة لان فرد الشرطة في الاخر هو مواطن مصري محتاج ان هو يحس ان هو بيضحي عشان مصري الاحساس ده افتقدناه في الفترة القبل الصورة وللأسف انتهى خالص بعد الصورة والتظاهر الامني اللي حصلوا لانسحاب الامني وفترة بتاعت سيد منصور العسوي كانت فترة يمكن ما فيهاش مبادرة باتخاذ اجراءات وخطوات تحقق العودة تانية للشارع بامن قوي نقدر نستمتع بوجوده وانحقق معاه مكتسبات الصورة فالامور ابتدت تختلف مع تولي سيد محمد ابراهيم يوسف وزارة الداخلية وابتدأ يتواجد بدفعة انا باعتبارها دفعة كويسة جدا بكثافة في الشارع بانا شايفين عدد كبير جدا بالضبط وهو سيدته بيتولى بنفسه وانه هو ينزل مع امورياته وينزل مع زباطه وينزل مع افراد وبيتواجد في محافظات مختلفة في اوقات كتير فده كويس جدا طبعا احنا كلنا فاهمين واكيد هو اول الفاهمين ان ده مش شغلانة الوزير نفسه ان هو يتواجد في الشارع ولكن هو بيحاول يدي مثل او قضوة لزباطه افراد ان ينزلوا واشتغلوا واحنا معاكوا وان القيادة بتاعت الوزارة موجودة المشكلة اللي عندنا ان ده تأخر عشر تشهر اللي هي الفترة بتاعت سيد منصور العزي فالنهاردة الوزارة مطلوب منها انها تحقق انجازات عشر تشهر في وقت قسير جدا شكل الداخلية بقى او حش لانه من اهم مشاكلنا حتى الان لغاية الوقت بعد الثورة انه برضو لسه نظرية الانكار وبعد كده بنعترف بالمشاكل فيمكن ده اخرنا شوية كتير في حضرتك شايف الاستراتيجية اللي متابعها اللواء محمد ابراهيم يوسف هتبقى عاملة ازاي خصوصا ان احنا عايزين يعني دايما بنبقى عندنا مشكلة احنا عايزين نخترع العجلة طب ليه ما ناخدش من التجارب اللي برا يعني برا فيه ليه ما ناخدش التجارب وهل الاستراتيجيات الجديدة فيها جزء من ده ولا لسه احنا معتمدين على نظرات القديمة سؤال سؤال استراتيجي جدا وقوي خلينا اتكلم مع حاجة بصراحة لانها طبعا لازم نتكلم بصراحة الوزارة محتاجة استراتيجية جديدة بالكامل لان الناس لما خرجت في الثورة في 25 يناير ما كانتش بتهتها تستهدف وزارة الدخلية بزاد ولكن كان وزارة الدخلية من ضمن الرموز اللي كانت الثورة بتطالب بتغييرها كرمز للقمع فبالتالي احنا النهاردة لو حنعيد العمل الى نفس معدلات الامان اللي كانت موجودة في 25 يناير برضو الشارع مش حيماوسوط لان انت مغيرتش في الاستراتيجية بتاعتك والتي رسا تشتغل بنفس الاستراتيجية القديمة اللي بيحصل دلوقتي ان فيه دفع جامد للزباط والافراد في ان هم يتواجدوا في الشارع فيه توجيه من الوزير فيه قيادات بتنزل فيه حركة بتصاحبها حكتين بتصاحبها تواجد ميداني في الشارع وتحقيق اهدف وفي نفس الوقت انا شايف ان اعلام مبتدأ يساند فكرة عودة الرجال الامن وعودة الشرطة للعمل وده شيء مهم جدا لان مش ممكن الشرطة في اي حتة في العالم هتشتغل الا لما تحس انها مدعومة بالشعب فلما نيجي نتكلم على استراتيجية بتاعت الوزارة لا احنا محتاجين استراتيجية جديدة بالكامل يمكن الضغط على شكاكنا من نتكلم على لان الضغط على قيادة الوزارة في المرحلة اللي احنا فيها انه يحقق انجازات عشر شهور في فترة اسهارة جدا ده المرهق بالنسبة لهم لان هو النهاردة محتاج يدفع بزباطه تاني في الشارع وافراده يشعر المواطن ان هما فيه نسبة امن ويفا المواطن بالاحترام اللي كان مفتح ده مهم جدا لان احنا النهاردة بنشتغل بمنظور جديد المواطن معادش عنده استعداد ان هو يتقبل اي نوع من الخروج على القانون المواطن عنده احساس بان هو متحفز لحد ما للشرطة وده شفناه اثناء بس ده لازم يكون مع التزام المواطن طبعا انا مش ملتزم بس ما حدش يجي جمع ده دور الاعلام لان طبعا دور الاعلام بمبادرة من وزارة الدخلية لازم وزارة الدخلية تتخاطب مع الاعلام بحيث انها تطلع منشورات وبيانات ومجموعة من القواعد والنظم اللي المواطن يفهم بيها ايه المسموح لي و ايه المش مسموح لي انا عايز وزارة الدخلية جديدة انا عايز تعامل امني جديد في الشارع طيب ازاي ده حيتم وبالتالي انا مطلوب مني ايه ومسموح لي ايه ومش مسموح لي ايه ولو حصل حاجة اعمل ايه وانا شفت فيه في التتر بتاع التلفزيون في الفترة الاخرانية كان نازل ان لو انت عندك بلاغات تقدم الى الرقم الفلاني لو انت تسمع عن معتقل السياسي تم اعتقاله بلا جرم فبلغنا في الرقم الفلاني دي مبادرات كويسة جدا من وزارة الدخلية انا اتمنى ان في المرحلة اللي جاية وفقا للستراتيجية الحاجة بتقول عليها ان يبقى فيه تناول جديد لوزارة الدخلية تناول جديد للكوميونيكيشن او وصول التواصل مع الشارع من خلال مجموعة من النظم والاجراءات تتم اعلام المواطن بيها عشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبة للشرطي ولا المواطن ما تبقاش عملية مطروكة لاجتهاد الشخصي اللي اتمنى كمان وزارة الدخلية ان يبقى فيه مش هنقول تقرير بس بيان كل اسبوع ايه انجازات الوزارة في خلال الاسبوع اللي فات ايه التعاون اللي حصل من المواطنين في الاسبوع اللي فات ايه السلبيات اللي حصلت من المواطنين في الاسبوع اللي فات ونتعلم مع بعض لان زي ما حاك قلت انا ممكن اكون عايز عايز قانون وعايز حد الشي يجي ناحيتي بس في نفس الوقت انا ما عديش السعادة انا اتعاون مع شرطة فلما تيجي تسألني على رخصتي لا لا مش هدي لك الرخصة بتاعتي فدي تطلع في سلبيات وتتقلل المواطن ان حصل ان في خلال الشهر او خلال اسبوع اللي فات عشرين مواطن رفضوا ديودوا الرخصة وده معناها كذا 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 فلو سمحت تعاون مع رجل الامر طيب يا دكتور بس انا في حاجة عايز تفصل لها في كلام حضرتك بالنسبة لانه ازاي نعيد تأهيل جهاز الشرطة لتعامل مع الناس وفي نفس الوقت الاجراءات هل يجوز ان احنا نعمل زي برة انه ساعة ما مثلا بيتم القبض على حد دي حقوقك وتقرأ عليه حقوقه وانه فيه طريقة للتعامل والله معاه سلاح لو لم يرتدع بيتم الاطلاق على الرجل وبعد كده بيتم الاطلاق ممكن بشكل مباشر الجزئية التانية انه ده كاجراءات لكن تأهيل الشرطة نفسيا دعا نتكلم بصراحة زباط الشرطة طول عمرهم احنا عارفين الدنيا عاملة ازاي ممكن مش هتلاقي مواطن في مصر ما عاناش بشكل او باخر في التعامل مع الشرطة قبل 25 يناير وانه بيبقى تعامل الضباط احيانا كثيرة ويمكن ده اللي حصل بعد الثورة لفترة انه الضباط يتشتغل بنفس الطريقة القديمة يا اما ما يشتغلش خالص فده محتاج تأهيل نفسي هل ده موضوع في الحزبان استراتيجيا ولا لسه برضو هنتعامل بنفس الطريقة ونلاقي بقى نوعيات زي قناص العيون ونلاقي نوعيات اللي هو ايه بتتعامل بمنتهى الوحشية وفي الاخر بتحسب ان دي حالات فردية ما هياش مو منهجة لكن في الاخر النتائج والاصابات والشهداء بتقول حاجة تاني في اطار الديموقراطية مسموح لي ان انا اختلف مع حاجتك اتفضل يا فانت وانت بتتكلم قلت مجموعة من الحاجات على اساس انها فاكتس وقائع يعني قلت مفيش حد في مصر ما عاناش قبل الثورة من زباط الشرطة في مصر ما عاناش بشكل او باخر ما قلتش منهم انا عايز اقول حاجة ان انا حضرت كامين عامل جمعية شرطة والشعب المصر حضرت لقاءات مع ست الاف شاب وشابة على مستوى جمهورية مصر العربية وكان الهدف من اللقاءات دي ان احنا نحسن العلاقة بين الشرطة والشعب ومن قبل الصورة احنا الجمعية من 2007 وكنا دائما بنسأل عشان نقدر نعمل دراسة مزبوطة ونقدر نتقدم المختارات مزبوطة بنسأل انت شايف العلاقة بين الشرطة والشعب عاملة ازاي فبنفاجأ ان 80-90% من الاعادين في المحاضرة اللي هو مثلا 300-500 واحد بيرفعوا ديهم ويقولوا ان العلاقة سيئة لما بنسأل طيب كام واحد فيكو حصلت معا مشكلة مباشرة ونقول مباشرة يعني هو او حد من اقرب من الدرجة الاورى او حد من جرانه للملاصقين ليه بتنزل النسبة دي من 80-90% الى 10% هم بيسمعوا فبيقولوا هو هي صورة ذهنية ما فيش حد حصله يعني لقوم مباشرة معا شرطة وده غلطة الداخلية انا مش عايز اقول انها غلطة المواطن لان فيه مثلا انجليز يقول حقيقة الصورة الذهنية المتكونة عند ساتك هي انطباع من انا وانا اللي غلطان فيه فهنا مطلوب من وزارة الداخلية انها تطور هذه الصورة الذهنية وبالتالي تنتفي الصورة الذهنية السهية عن الشرطة عند المواطن فوفقا اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده فمفروض ان وزارة الداخلية تبادر بمجموعة ضخمة جدا عشان كده احنا بنقول ان العبء على وزير الداخلية الحالي عبء ضخم انت النهاردة للأسف مصر تبادر اجرائيا ولا تأهيليا خلينا نتفق على ان مصر بتمر بظروف اقتصادية اسوأ من ساعة الصورة وبالتالي معدلات البطالة حتزيد او زادت ومستوى الفقرة حيزيد او زاد ومستوى الانفاق يعني فيه عندنا مشاكل كتير اقتصادية حتشجع على ارتكاب نسبة جرائم اعلى ده نظريا وعلميا ده صح كويس لما تيجي تقول عشان ده يقف لازم يكون قدامه جهاز امن قوي قادر على انفاذ القانون وتحقيق الرضعة في اي وقت ده محتاج جهاز يكون اتبنى احنا زي ما كنا بنكلم ان من بعد الصور من قبل الصورة فيه انطباع سيء ومن بعد الصورة فيه جهاز تم تدميره تقريبا وما تمش بناءه الا بيتم بناءه في اخر شهر بس فعشان نقدر نحقق المعادلات السريعة ونحقق السرعة فيه انجاز المطلوب يبقى لازم يبقى فيه مبادرات غير تقليدية منها ان احنا نطور من فكر الزباط والافراد ونبتدي نزرع جواهم ان بالرغم من الصورة الزهنية السيئة اللي عندنا انما احنا صفرة للجهاز بتاعنا كل واحد في الشرطة سفير للجهاز بتاعه وعليه انه هو يعمل على هذا المنوع وبالتالي يحسن من شكله قدام المجتمع نخاطب الشرطة بلغة معينة بحيث ان هو يبقى فاهم ايه صلاحياته ونوضح هذه الصلاحيات للمواطن لان حياتك لما تيجي تبص في امريكا امريكا حياتك ماشي بالعربية وفيه عربية بتاع السريعة جات وراك لازم توقف وتركت ولو ما وقفتش هتبقى مشكلة ولو نزلت من العربية لو فتحت باب العربية ده يعتبر تعدي على الزبط ومن حقق انه يضرب بالنار في بعض الولايات من حقق انه يضرب بالنار مباشرة لان هو بيقول لحياتك انت مفروض واقف العربية تحط ايدك على الدركسون لحد ده من الزبط يجي يفتح الباب وينزلك يفتشك بس ده ليه لان المجتمع توافق على ده لو جيت حياتك تعمله في حتة تانية ممكن يبقى مرفوض فيبقى اذا المفروض ان يحصل ايه ان بيتم صياغة العلاقة بين الشرطة والشعب فيما بعد الصورة اتفقات بيننا وبينكو على القوانين اللي هتبقى بيننا بالضبط كده فبنتفق مع بعض انا عايز امن الشرطة انا عايز انضباط في الشارع لان انا مش مسموح ان يكون الشارع بالمنظر اللي احنا فيه دلوقتي عايز امن من الطراز الاول واحنا عندنا زباط وافراد خاضرين على تحقيق ده ولكن احترام حقوق الانسان وفيه اطار عزة ورفعة لجهاز الامن لان انا مش مقبول ان انا كمان من ناحية التانية ان يموت عندي فرض او ظابط او كده وانا مهتمش بيه ومحسسوش ان هو مصري هو بطل هو في الاخر عمل بيعمل داعش خاطر يحمل مصر المعادلة دي ما تتمش الا بتوافق بين الشارع والشرطي على ايه الحقوق اللي مطلوبة للمواطن ايه الصلاحيات الممنوحة لرجال الامن ايه المسموح له بتنفيزه وتيجي بقى الحتة الحكي تفضلت بيها بتاعت ان انت ما تيجي تزبط حد بتقوله انت من حقك ان انت بتعمل واحد اتنين تحطة اربعة خمسة ولو ما عملش كده او عمل عكس ده انت من حقك ان انت تتصرف معاه بالطريقة للمجتمع خولها لك دي نظرية عقد امني العقد الامني ده زي النظريات العقد الاجتماعي يعني بيتم التوافق فيها على المسموح والممنوع ومن هنا تبتدي نتحرك معه بات تمام انت وقاط حضرتك اليوم 25 يناير هل هيكون احتفال عادي ولا هيكون في سيناريوهات أخرى خصوصا أنه أنا أريد أن أضيف على أي من حاجة أنه خصوصا أنه هو أساسا 25 يناير كان عيد الشرطة فدلوقتي تحول إلى طورة 25 يناير الدخلية هيكون موقفة أي حضاك شايف المشهد هيبقى عامل إزاي 25 يناير كان عيد الشرطة وطبعا الناس كتير في مصر عارفة إيه الذكرى العظيمة اللي كانت بتمثل هذه الحدث بالنسبة للشرطة المصرية العيد تحول من أنه عيد طائفة من طائف الشعب المصري إلى أنه عيد لمصر كلها وما أعتقدش أن الشرطة بعيدة عن هذا الاحتفال فهي هتحتفل في إطار احتفالات مصر بعيد الثورة ما أظنش أنه حابة فيه احتفال لعيد الشرطة مستقل يعني هي احتفال مصر بعيد الثورة سوى على فكرة الدعوات دلوقتي مش للإحتفال هو للتظاهر وعودة 25 يناير ففي تناقض ما بين من يطالبه بالاحتفال ومن يطالبه بالاستمرار والمطالبة بمطالب الثورة خصوصاً أن حقوق الشهداء والمصابين والمحاكمة للرئيس المخلوع لم تتم حتى الآن أو تنتهي وعاوز أضيف بقى على حد التنتهي دي أنه أستاذ فريد الديب قال في معرض مرافعته أنه مسموح قانوناً باستخدام الخرطوش وقق النصة وبالتالي فالرئيس المخلوع عبري فمدى صحة ده بما أن حضرتك خبير أمني الحاجة التانية أنه ما بين بقى الاحتفال وما بين الثورة إيه اللي حضرتك شايف 25 يناير لما قامت وما بعدها من أحداث وثورة وتغيير في النظام الناس كلها كان سقف توقعاتها عالي جداً وده مش غلطتهم هي الحدث كان كده أننا لما نتخلص من نظام مستبد حلنا كلنا حيتحسن اقتصادياً وأمنياً وحنبقى زي الدول الأوروبية أو الدول المتقدمة في يوم طبعاً ده استحالة يحصل أنه هيبقى في يوم أننا أمورنا كلها تتحسن خصوصاً لما تجلنا حكومة زي حكومة دكتور عصام شرف ويكون وزير دخلتها السيد مصور العسوي وللأسف ما تاخدش خرارات مصرية مهمة جداً بالنسبة للشعب المصري فمصر توقف لمدة عشر شهور بتستنفذ من رصيدها ومن احتاطي بتاعها النتيجة أنه نحن النهاردة بعد سنة من الثورة الناس بتوقف تبص على التقييم عشان تشوف الإيجابيات وإيه السلبيات بتلاقي أن هي ما كذبتش حاجة بالعكس هي يمكن غيرت نظام وخسرت مدياً فيه أمن مش موجود أو مفقود في الشارع فيه مشاعر متناخدة وخلينا نبقى يعني أنا بعتبر أن كتير من الشعب المصري عنده نوع من من عدم الاتزان في المرحلة اللي احنا فيها أن احنا سعداء بصورة حصلت وحققنا فيها إنجازه فيه السوقات احنا خايفين من بكرة هيحصل إيه لولادنا عندنا تنقضات كتير أوي فيه ناس كتير بتكلم على أن يعني بكرة هيحصل إيه احنا مش عارفين بكرة هيحصل إيه طب المجلس العسكري واخدنا ألفين المجلس الشاري المجلس الوزراء وا 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 فده ده بيقصنل حتة الحاجة تفضل فيها إن الشارع مقسم بين ناس عايز تحتفل وناس عايزة تعيد الثورة تاني الاعتقد إن العدد اللي عايز الهدوء والاستقرار أكبر من العدد اللي عايز إن الثورة تقوم تاني طب ما مدى بس صحة يعني وقتنا خلص للأسف كان نفسنا نكمل أكتر قريبا يكون الشرق مدى صحة وقانونية استخدام القوة زي ما أستاذ فريد دي بقال في معرض مرافقته إنه يجوز استخدام الخرطوش ويجوز استخدام القنصة ويمكن ده كان منشط الناس كلها وقفت قدامه ومستغربة جدا لإنه بيطالب بالبراءة للرئيس المخلوق لهذا السبب فهل ده يجوز قانونا أنا مش هقدر أعلق عليه أولا إن أنا محضرتش المرافعة هو ده منشط إنما خلينا أقول لها ياك القانون بيقول القانون بيقول إن فضل الاعتصامات أو المظاهرات قد يتم فيه مسموح فيه باستخدام القوة ولكن وفق ضوابط وحدود معينة وبالتالي لو فيه توجيهات معينة سنفترض أن فيه مظاهرة دخلة القوة تشمل إيه فاند؟ نعم فاند؟ تشمل إيه القوة؟ القوة بتوصل لحد استخدام السلاح إنما قصة القناصة والرصاص الحي ده بيبقى فيها أقاويل كتير المعيار هنا في الآخر وده وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني ومعايير التفئيات جينيف هي التناسب هل ما استخدمته من قوة يتناسب مع الأحداث التي كنت تبغي التخلص منها ولا لا فبالتالي لو حيكشفت ناس دخلة تحرق منشأة مهمة بالنسبة لمصر ومن هنا أنت استخدمت معهم القوة المتنسبة مع إيقاف هذا الحدث يبقى خلاص إنما لو المشكلة فاند متنسبة دي أصلاح كلمة مططة جدا يعني في أسلحة تم استخدامها في فترات مش هنقول فين بالزبط لكن الطلقة يعني في ناس متت الطلقة بتخش تاخد كل حاجة في سكتها بس هو إزاي نقدر نحسبها إن دي متناسبة أو مش متناسبة طلقة بتخش تاخد كل حاجة في سكتها إحنا في قضاء أنا بقول إن في قضاء هيحكم في القضية دي وهيعرف هل اللي حصل ده كان مناسب للأحداث ولا لا ولازم المحامي يدافع عن المتهم فأنا شايف أن منحق فريد دي بأنه يقول أي أدلة دفاع عن الرئيس الصادق بنفس الصوت المنطق العاية بتتكلمي بي أنا فعلا مشفق على القاضي اللي بيحكم في القضية دي لأن هو سمع من النيابة إن ما فيش أدلة ومش قادرين يقدموا داتا على الموضوع وفي نفس الوقت إحنا عارفين إن أقسام الشرطة كان تم حرق 92 قسم شرطة في هذه الفترة وبالتالي فيش تقارير أو محاضر معمولة أيو فين بقى يعني أقسام الشرطة اللي حرقت دي فين بقى محاسبة اللي حرقها أكيد مش الشرطة طبعا نخل من رقناة سبحانه تعالى إن كل واحد ياخد قضاء عادل في النهاية لأن ده اللي يهمنا إن إحنا نبني مرحلة جديدة في مصر مبنية على أسس من العدالة والديمقراطية ويكون فيها كل واحد خد يعني العدل عن اللي ارتكبه من أفعال سواء اللي كان كويس ياخد الحاجات كويس بتاعته اللي كان واحد ياخد حاجات الوحش بتاعته إنما في النهاية إحنا محتاجين نبني مصر بإطار جديد في تعاون وفي صفاء وفي نقاء وفي اعتماد على الديمقراطية واحترام الحقوق الإنسان واحترام لأحكام القضاء لأن لازم في الآخر يكون ده المرجع بتاعنا لازم يكون عندنا حتى في الآخر لما بنختلف هنرجع لها واللي هتقوله هنمشي لأنه لا وجود للدولة بغير الأمن وما فيش حاجة تقوم لها قومة في مصر من غير الأمن إن شاء الله مصر تبقى في حال أحسن كتير فترة اللي جاية يا رب إن شاء الله يا رب كده خلاص تكون خلصت فقرتنا النهاردة ودكتور إيهب يوسف الخبير الأمني وأمين عام جماعة الشرطة والشعب بنشكر حضرتك جدا على وجودك معي نورتنا يا فندم مشاهدينا دي كانت فقرتنا زي ما إيمان قالت لسه مستمرين فاضل معنا فقرة واحدة بعد الفاصل انتظرون